الناس اتقلبت دماغها احنا اتربينا جيل اتربي اللي عايز يعني سعيد صالح بيقول في مصرحية مدرسة مشاخبين التي عرضت اول مرة سنة 73 بيقول فيها ان انا كنت في لبنان ابو بيسأله ايه كنت فين قاله كنت في لبنان وبراجع ومراجعات عاملة كده فكانت لبنان بالنسبة للشباب المصريين والعرب مكان الترفيه الى ابعد حد ممكن اتخيله تحولت يا سادة الزمن اتقلب فاصبحت الرياض هي عاصمة الترفيه عاصمة المالياطة او الله العظيم مبهزاش الرياض تحولت الى عاصمة المالياطة جدل في السعودية بسبب حالات التحرش مهرجان ميدل بيست الرياض انا بقى ما بجيبش الكلام دا من عندي سيماك من جدل كان فيه مهرجان اسمه ميدل بيست دا في الرياض فالعيال البنات السعوديات طلعوا بقى عراية انا النهاردة والله العظيم يا مؤمن كان نفسه فراجك وش مصطفى وانا بقوريه لفديوهات ماشي اعرض الوقت جات لو اسمها قلبية لا اعرضوا من بعيد اعرضوا من بعيد يا اخي انا موافق بص اعرضوا هنا فكرين يا جماعة السعوديات طلعين عراية اعرضوا هنا اهو اهو يا جماعة السعوديات عراية ورب العزة عراية والمصحف عراية حشيش والبنت شهيلها الولد البنت دي اهو شهيلها الولد ومافيش بقى وحشيش ماشي ماشي تب خل التانية بقى ها مش هيعرض مصطفى اسم اسم تعال بقى هنا في فيديو تاني بقى احيات ربنا انا ما عارش ازاي واحدة مغطية اتنين مغطين بقهم وصدرهم عليان والمصحف الشريب بكلم جد والله العظيمة بهذر والله والله وصن الفيديو فلما واريته المصحف ايه ده وعمل كده ايه فيديو كايتماشى في الشارع دي واحدة ماشية في الرياض كده دي ست ماشي بنت ماشية في الرياض كده مغطيها شعرها و ولقوا متغطيها والشابة بقى فالرياض فطلعت بانوتا من لبنان قالت افه عجبني مش ده ايوه دي اسمع البانوتا دي من لبنان عملة سكتش حلو عملة افه حلو اسمعها كده بتقول ايه خلص انا نيوياس حجزت انا والعائلة كلها رايحين عالسعادية لا منقمت مش حاش حاش ما في هلأ لا ولا عمرة ناكستايم ان شاء الله اقول الفيزا بتاختيها ببنص ساعة صارتها عالسعادية ما بدي كلام محرم ولا شي ايه لا رايحين لأنا الوضع بلبنان اختي ما بحرف اخت قلبت قلبت الدنيا كلها معا انا مغام بفهم بس ايه اتخيل لست رايح عايز نيويرز بس عالسعادية الرياض اصبحت عاصمة المالياتة في الوطن العربي اللي عايز يماليات يطلع الرياض لبنان راحت عليها خلاص بيروت بتاعت صباح وثيروز والكلام ده وديع الصافي فيه فن يعني ناس كانت راحت انبسط وكان فيه مناظر طبيعية كانت ناس تنبسط بفن وكان فيه اماكن تصوير وبيروت على فكرة بامانة يعني سهمت في الفن في العالم العربي كله لا السعودية مفيش فن بس خد ملايط والله العظيم الفيديوهات اللي كانت اللي عندي يندلها الجبين لا وبنات سعوديات ومعاهم عيال يا شباب شايلينهم وعادي جدا مبروك ليكم محمد بن سلمان والله مبروك يا محمد بن سلمان والله اتودي السعودية فين يا راجل والله حرم عليك على كل حال من دول مشكل السعوديين دول الفئة اللي مشيه وراء محمد بن سلمان الى ان شاء الله الى جهنم وبئس القرار لان اللي بيحدث في السعودية ده والله العظيم مخطط لو الصهينة والله والله لو الصهينة خططوا لتدبير السعودية ما يصلوا بهذه الكفاءة ولا هذه السرعة اشتركوا في القناة